في سياق الجهودية المتوصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارزوني الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 أوت 2022 نفذت العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقضى والاستعداد دائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني ففي إطار عمليات مكافحة الإرهاب أوقفت مفارزوني الجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم لجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني وفي إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة وموصلة للجهود الحديثة الهدفة إلى التصدي لأفاة الاتجار بالمخدرات ببلادنا أوقفت مفارز المشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر نواحي العسكرية 53 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب7 قناطير و69 كيلو جرام من الكيف المعالج كما تم ضبط 237 جراما من مادة الكوكايين و29271 قرصا مهلويسا من جهة أخرى وبكل من تمنراسة وبرشباجي مختار وإنجزام وجنات وتندوف أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 359 شخصا وضبطت 19 مركبة و444 مولدا كهربائيا و258 متر قط الضغط وثمانية أجهزة للكشف عن المعادن وأزيد من 48 طن من خلط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عملية التنقيب غير المشروع عن الذهب فيما تم توقيف ثمانية أشخاص وضبط أربع بنادق صيد ومسدس آلي وسبعة ألاف وتسعمائة وثمانين وثلاثين خرطوشة وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بثمانية أطنان وكذا أكثر من 42 قنطارا من مادة التبغ وسبعة ألاف وثماني مائة وست عشرة وحدة من مختلفية المشروبات وهذا بكل من ورقلة بسكرة الوادي وبومرداس والجلفة سطيف وبتنا وفي إنجزام كما أحبط حراسو والحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولة تهريب كميات معتبرة من الوقود تقدر بخمسة وثلاثين ألفا وخمسة وستين لترا بكل من برج باج مختار تبسة الطارف وسقهرس من جهة أخرى أحبط حراسو سواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا مائة وستة وثلاثين شخصا كانوا على متن قاربات تقليدية الصنع فيما تم توقيفه ثلاثمائة وخمسة عشر مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة عبر التراب الوطني